وبدأ نحب أن أقول بأن التعامل بليوان الصيني هذه نكتة ساذجة لا يصدقها حتى البسطاء من قومي نحن يا سيد العزيز تحت رحمة الفيدرال الأمريكي رقبتنا وأموالنا وبعاد نفطنا تتحكم بها الخزانة الأمريكية وبالتالي الذهاب إلى بلد كالعراق بالتعامل بعملة غير الدولار في هذا الوقت أنا أسميها أشبه ما يكون بالانتحار من ناس لا تعرف كيف تقود الورقة الاقتصادية أنا ما أدري هذا الفارس المغوار الذي اسمه العلاق ماذا يريد بنا وماذا يستطيع أن يصل بنا ذهابه وإيابه بكثر من عشر إلى عشر مرة راح الأمريكا وما قدم شيء وبالتالي أنت تريد تتحدى الجانب الأمريكي هسلوا دولة مستقلة خارجة عن السلطة والهيمنة الأمريكية كباقي الدول نقول ممكن أن تناول بهذه الورقة أما بلدك بلدنا ووضعك ووضعنا من المستحيل وأنت قلت في مقدمتك أنه تفضل اليوم أبسط الأمور التي اتخذتها أمريكا أنه فرضت عقوبات إضافية بجزء من المصارف وبالتالي يما حسين جمنا بواحد طحنا باثنين فأنا أما أكون قد المسؤولية التي أولدت لي هذه الدولة أو شوفوها من المنصب قد يكون هو تنصيبة مفروض عليها من الخارج وأما أنا لا أحرك الساكن لأنه نبات إذا أحرك الساكن يزيد الأمور يعني أمور تعقيد طيب أنا هذه الورقة أو هذه الخطوة التي قدمت عليها وأقدم عليها البنك المركزي هسا الدولار اليوم بدأ يقفز وأنا متيقن راح يوصل حتى حتبة 160 وبالتالي راح يحدث أنه أزمة اقتصادية وارتفاع بأسعار المواد الغذائية لا سيما وأن هناك تهافت على المواد الغذائية بمناسبة أربحينية الإمام الحسين وغيرها وبالتالي إحنا ما نحتاج لهكذا مطبات فأما تكون عندنا عقلية اقتصادية من الداخل وأما نستعين بشركات خاصة تسير لنا الأمور وهذا ما قلناه ولا زلنا نقوله يا ناس ما عندنا خبير اقتصادي خلنا نستعين بشركات تعرفوا شون تدير لنا الورقة الاقتصادية نحن مو كل ما يفكر السيد العلاق ويتحلم بالليل حلم ويروح الصبح لأمريكا ويرجع لنا خالي الوفاق اشتركوا في القناة